الله عليه وسلم من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلى الله دخلت جنة اللهم املأ قلوبنا محبة لك وتعلقا بك وحسن ظن بك يا رب العالمين اللهم لا تكن إلى أنفسنا طرفة أين ولا أقل من ذلك اللهم كن إلى رحمته وعفوك وإحسانك وقرأت عفوك يا الجنة من خطاياهم إلى الرحمن رباقوا عليهم حين تلقاهم سكينات وإطراقوا يضجنا إلى الله ودمع العين من ذراقوا يضجنا إلى الله إنه ينبغي على الإنسان أن يأخذ حظه من النوم في ليله لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما نقل عنه أبدا أنه قام ليلة بأكملها لكن ينبغي للمؤمن أن يكون جزء من ليله ولو يسير يقف فيه بين يدي رب العالمين جل جلاله يعفر جبهته بالسجود ويسجد للرب المعبود جل جلاله يبث إلى الله شكواه ويسأل الله بإلحاح رضاه يستجير بالله من النار ويسأل الله الفكاك منها ويرجو الله الجنة ويسأله بإلحاح أن يدخلها كل خير تؤمنه وكل شر تخافه ضح بين يدي الله وأنت تسأله في جوف الليل الآخر قال صلى الله عليه وسلم يوصي معاذا وقد أحبه وصلاة الرجل في جوف الليل الآخر ثم تل تتجافى جنوبهم عن المطاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا تتجافى جنوبهم عن المطاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون ما الله لو أن أحدا من ملوك الدنيا أخفى لأمته ورعيته وشعبه جائزة لأحسن الشعب والرعية والأمة الظن بمليكها فكيف الظن بما أخفاه رب العالمين جل جلاله كيف الظن بما أخفاه أرحم الراحمين تبارك وتعالى كيف الظن بما أخفاه من لا تنفد خزائنه أبدا جل جلاله فالليل من حيث الجملة أفضل من النهار ولئن كان لله عبادا غذيظة عن الشر أعينهم محزونة قلوبهم قريبة دموعهم فإن لله جل وعلا خلقا غير ذلك نسهل الله لنا ولكم العافية ونعوذ بالله من الحور بعد الكور ومن الضلالة بعد الهدى إن لله خلقا ما عرفوا للليل أما لما جاء فيه عن سنة محمد صلى الله عليه وسلم وهديه فهذا يقضيه أمام الشاشات وآخر يقضيه في اللهو والمجون وآخر يقضيه في التعرض لأعراض المسلمات وآخر يقضيه في غير ذلك وكل سيفد على الله وكل سيجد عمله وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها وكل سيفد على الله وكل سيفد عمله أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون وكل سيفد على الله وكل سيفد على الله وكل شيء هالك إلا وجهك لن تطاع إلا بإذنك ولم تعصى إلا بعلمك تطاع فتشكر وتعصى فتغفير أقرب شهيد وأدنى حفيظ أخذت بالنواصي وكتبت الآثار ونسخت الآجال فالقلوب لك مفضية والسر عندك علانية الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت والأمر ما قضيت والخلق خلقك والعبيد عبيدك وأنت الله الرؤوف الرحيم اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى لا بشرى لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشطق السماء بالغمان ونزل الملائكة ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني يقول يا ليتني يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلة يا ويلة ليتني لم أتخذ فلانا خليلا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا رب وقال الرسول يا رب وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر